السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء السادة أولياء الأمور أهلا بكم النهاردة في يونة 3 وبنحل مبعضينا الاختبار التراكمي في صفحة 149 من جيم أول سؤال للليسنينج مش هنحله النهاردة خلاص احنا عرفنا نظامه فمش عايزين نضيع وقت فيه نخش على طول على السؤال الثاني اللي هو المحادسة بيقول لي توريست عند طارق طارق يتكلم على سائح طارق بيقول توريست بيس قال يعني is elephantine island a good place for fish يكزيرة elephantine مناسبة للصيد أو للصيد الأسميك يعني فطارق قال له do you not you want to go fishing هل تقصد يبقى do you mean mean do you mean توريست قال له yes that's not that's right r-i-g-h-t that's right i like fishing أنا بحب الصيد بعد كده طارق بيقول yes it is a popular place for people who like fishing ده مكان popular محبوب ومشهور للناس اللي بتحب الصيد have you thought about going to the desert هل انت فكرت في الذهاب للصحراء التوريست رد قال no what do you mean هنا بقى بيستفسر تبقى what do you mean ماذا تقصد w-h-a-t قال well you can go to the white desert انت ممكن تروح للصحراء البيضاء it's very exciting ده هي جزابة قوي توريست قال بيسأل did you go there did you go there did you not go there did you use to الله تعرفنا ازاي used to من تحت يا جمال إجابة yes i used to go to فرافرا يبقى used to اعتاد ان هل تطلع فوق من غير حرف d لان عندي did هل اعتدت ان جو ذير ذهاب الى هناك يقول yes i used to go to فرافرا it's a place in the white desert انها مكان في الصحراء البيضاء طب i know what you mean انا فاهم اللي انت فتقصدو i see what you mean وينفعول i understand what you mean سؤال بعد كده يا جماعة اللي هو سؤال للكطعة مؤسئلة comprehension my name is sandy انا اسمي sandy i used to work انا اعتدت ان خلي بالك من التركيبة دي used to اعتداني بجارها الفعلي في المصدر i used to work in a bank اتعودت اشتغل في بانك but now i work as a secretary لكن دلوقتي بشتغل كsecretaira in a company في شركة i left the bank انا تركت وغادرت البانك and joined the company والتحقت بالشركة 7 years ago الكلام ده من 7 سنين i enjoy working here انا بستمتع بالشغل هنا and i have made lots of friends وصحبت الناس كتير ازقوها كتير i met my husband هنا بقى في مفاجأة انا قبلت زوجي in this company ما كانش لسه اتجوزت فتعرفت على واحد اللي هو زوجها حاليا واتجوزت وتعرف على بعض فين في الشركة and we got married ويتزوجنا last year السنة اللي فاتت our manager المدير بتاعنا Mr. Mithat is a very nice man راجل لطيف جدا he gave us اه ايه بقى اه الدليل على ان هو راجل لطيف الدليله هو يا جماعة he gave us هي بتقول هو اعطونا three weeks off يعني ثلاث اسابيع اجازة off يعني اجازة and he bought us واشترى لنا a very nice wedding wedding gift واشترى لنا هدية يعني هدية في الفرح لطيفة جدا وظريفة جدا طيب كلمة gift هنا يا جماعة اللي تحتها خط دي معناها هدية present عشان هيسألني فيها بعد شوية when i am not working وانا مش بشتغل i love spending time انا بحب قضاء الوقت in my garden في الحديقة بتاعتي يبا هي عندها حديقة في البيت بعد كدا i grow plants انا بزرع نباتات and vegetables وخضروات when i was a little girl لما انا كنت صغيرة i wanted to انا اردت ان be a gardener كنت عاوزة اكون gardener يعني مسؤولة في حديقة يعني جنينية كدا مثلا i always helped my parents in the garden انا كنت دايما بساعد عائلتي في ال garden بساعد بابا وماما في ال garden my husband likes gardening too my husband زوجي بيحب likes gardening too العمل في الحديقة يعني we went to the garden center روحنا مركز الحدائق last weekend في العطلة اللي فاتت and bought some واشتريت بعض ايه new plants بعض النباتات الجديدة my husband planted a new apple tree زوجي زرع a new apple tree شجرة ابل تفاح جديدة يبقى الزوج هو اللي زرعها and some roses وزرع برضو بعض الورود in the garden في الحديقة i watered the tomato plants and the strawberries انا رويت نباتات الطماطم and the strawberries ويهه الفراولة ماشي اول سؤال بقى why يعني لماذا يبقى انا عايز سبب why is mister madhat a kind man ليه mister madhat يا جماعة بيكون a kind man راجل kind راجل عطوف طبعا القطع ماجاش فيها كلمة kind بالنص انما يجي لفظ تاني اللي هو لفظ nice اوكي طيب اي سبب ان mister madhat بيكون a kind man يعني nice man طبعا عشان اداهم تلات اسابيع اجازة في الفرح بتاعهم نرجع للقطع ونشوف اذا القطع هيا يا شباب يبقى هناخد من اول he he gave us بس انا هنغير قص الكلمة them هو اعطاهم طب اعطاهم مين اعطا لي اه ساندي وزوجها يبقى he gave them three weeks off لغاية كلمة اه gift هوريكوا الاجابة mister madhat is a kind man because he gave sandy and her husband three weeks off اداها وهي وزوجها three weeks off ثلاث اسابيع اجازة and he gave them واعطاهم a very nice wedding gift اعطاهم هدية ضريفة جدا في الفرح بتاعهم طب نخش على السؤال التاني where does sandy's husband work اين يعمل sandy's husband زوج sandy بيشتغل فين طبعا بيشتغل في الشركة يبقى in a company السؤال ثلاثة what does the underlined word gift mean يعني كلمة gift لتحتالقات دي مين ايه؟ بتاعني ايه؟ المقصود بها ايه؟ طبعا جفت معناها present يعني هدية letter b بقى النقطة الرابعة sandy used to help her parents sandy اعتارت ان هي تساعد الوالدين in the garden في الحديقة يبقى letter b كل ده من الكتعة طبعا sandy wanted to sandy اعتارت ان نقطة when she was young لما كانت صغيرة اعتارت ايه؟ be a gardener انه هي تكون اا يعني جنينية يعني اا رقم ستة نقطة planted the apple tree مين اللي زرع اا شجرة التفاح طبعا زوجها يبقى the husband يعني الزوج بعد كده السؤال cancer is a dangerous cancer رباني يعافي الجميع يا رب السرطان بيكون ايه خطير مرض طبعا مرض خطير يبقى disease يعني مرض نجل السؤال الثاني the not at my school are very friendly I like them all بحبهم كلهم هما من الفماليس دول ودودين جيدا nurses ولا staff ولا pilots ولا sailors رباني استعافلوا هيئة العمل رقم ثلاثة not doctors and nurses use modern technology to help patients يبقى expert doctors and nurses expert اللي هي خبار يبقى الدكاترة والمرضات الخباروة بيستخدم التكنولوجيا الحديثة عشان يساعدوا المرضى رقم اربعة my aunt died not cancer died not cancer يعني ماتت من الكنسر out والoff والأت ولا from died from خمسة نقطة take in air and help us to breathe يطرى ايه العضو اللي هي القاسم take in يعني بياكود الair الهوى and help us to breathe ويساعدنا في التنفس legs ولا ears ولا lungs ولا eyes طبعاً lungs بعد كده رقم ستة that tells the parts of our body what to do ايه العضو اللي في الجسم اللي بيخبر الجسم اللي يعملو طبعاً ذا brain brain لو المخ رقم سبعة this football has no air inside الكرة دي ما فيهاش هوا جواها i need a note to fill it محتاج ايه عشان املاها طبعاً محتاج منفاخ يبقى pump يبقى كلمة pump بتجيب معناها مضخة او منفاخ طيب طبعاً المنفاخ دوات اللي هو بيدخ الهوى جوا الكرة مثلاً او فردية الكويتش وهكذا رقم تمانية هي came in هو جه يعني هو دخل وجه took off his coat خلع البلطو بتاعه and note down ويقعد طبعاً انت عندك فعلي ماضي came وعندك took برضو فعلي ماضي يبقى انت عايز هنا فعلي ماضي يبقى sit ولا set طبعاً set الفعلي الماضي رقم تسعة i to enjoy studying but i do now او لما يقول لك but لكن but i do now لكن انا بعمل كده دلوقتي يبقى الجملة اللي قابليها حاجة ما كانش بيعملها قابلي كده يعني منفية يبقى i didn't use اللي هي letter c وعطت لغبط i didn't use to انا لم اعتاد ان رقم 10 i smoked when i was a child انا متعودتش ادخن وانا صغير يبقى i did انت عشان بتكلم في الماضي طب يا ترى didn't used to letter a خش على صحح الخطأ بقى بيقول لي i used to had ما ينفعش يا جماعة تو يجي وراها هادو غلط التو عايزة وراها مصدر المصدر ايه من هاد هاذ h-a-v-e رقم اتنين she used b طبعا used لها قاعدة اسمع used to be يبقى used to يبقى ازود to يبقى u-s-e-d جنبها t-o رقم ثلاثة in the evenings في المساء we usually go to the club last week we usually go to the club last week went طبعا انت عندك هنا ايه last week الزبوع اللي فات يبقى انا بتكلم كل ادوات في الماضي يبقى went w-e-n-t يبقى لما اني عبر يا جماعة عن تعود عمل شيء في الماضي برغم ان وجود عندنا last week الاسبوع اللي فات آآ آسف برغم ان عندنا usually عادة اللي بتعبر عن المدارع مش هستخدم الفعل المدارع هستخدم الفعل الماضي بسبب last week الاسبوع الماضي طبعا رقم اربعة where do you spend your last your last holiday طبعا last holiday الاجازة اللي فاتت يعني ماضي يبقى do كمساعد غلط يبقى ديد بعد كده اكتب ايميل مكونا من 90 كلمة آآ to your friend خبرها عن الهيرو عن البطل بتاعك your name is yasmin طبعا احنا عندنا في في الاميل يا جماعة نظام محدد ومعين ارجعوا لي قايمة آآ التشغيل وانتو تعرفوا بالزبط ازاي نكتب الايميل كويس واحاول اسيب لكم في العلامة اللي هي الفوق الاي اللي فوق ديت آآ الفيديو الخاص بالايميل وكتابة الايميل وانظامه وفيه برضو فيديو تاني خاص بالهيرو كتابة عن الهيرو برضو هتلاقوا ان شاء الله ممكن برضو في علامة الاي الموجودة في قدية او في صندوق الوصف مثلا لو آآ متلاتهوش وهتحلجوا ان شاء الله والامر ميسر وكده نكون خلصنا آآ التسل ثلاثة على الوحدة الثلاثة من الكتابة الخارجي جيم آآ الى ان نلتقي في فيديو اخر الوحدة الرابعة لكم اني خالص دعوات بالنجاح والتوفيق والسداد لكن قبل ما اختم احب دايما اذكركم يا جماعة بلايك للفيديو يا ريت اعملنا لايك تبخلوش عالنا باللايك والشير وكمان لما كنتش لسه اشترك في القناة حاول تشترك وتدوس جرس الاشعارات علشان يجيلك كل جديد من اشعاراتنا وفيديوهاتنا يعني وربنا وفاقوا جميعا والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته